موسيقى صلى الله و أوقاتكم بكل الخير هذه حلقة جديدة من الحرات تتحرى حلقة هذه الأسبوع هي استكمال لحلقة الأسبوع الماضي التي عرضنا فيها تحقيقا استقصائيا طويلا بعنوان أشرف مروان ملاك أم شيطان عرض الجزء الأول من التحقيق حالة الانقسام حول مروان في المجتمع المصري هل كان وطنيا مخلصا أم جاسوسا لإسرائيل الجزء الثاني طرح سؤالا مماثلا على الطرف الآخر من القضية هل كان أشرف مروان ملاكا أنقذ إسرائيل قبل أن نخضى في النقاش دعونا نسترجع تقرير الأسبوع الماضي بنسخة مجزة نشاهد يسرد فيلم الملاك المأخوذ عن كتاب إسرائيلي يحمل العنوان نفسه أن أشرف مروان صهر الرئيس المصري جمال عبد الناصر مدير مكتب الرئيس أنور السادات للمعلومات كان يتجسس على بلده مصر لصالح إسرائيل الأمر الذي تم فيه القاهرة نفيا قاطعا بل وتقدم رواية معارضة لرواية الفيلم كل ما يقال براء ما يقال إنه هو اللي راح بنفسه السفارة الإسرائيلية في لندن علاقته بوالد زوجته جمال عبد الناصر ليست جيدة كان يحس أن ناصر يستخف به ولا يعامله معاملة حسنة بدأت القصة في التصاعد منذ تسعينيات القرن الماضي عندما تواترت تسريبات إسرائيلية حول وجود جاسوس كان يعمل لصالح الموساد في قلب النظام المصري وأنه هو من أفشى لإسرائيل الموعد السرية لبداية حرب أكتوبر تشرين الأول من عام 1973 عندما تتكلم عن ناس لا يوجد طبعاً ناس بيحكوا لك اللي حصل إن إزاي هو كان كلف من السادات شخصياً بأنه يتصل بالإسرائيلين ويتعامل معهم وأنه يهمهم بأنه يشارل حسابهم بعد مضي ما يقارب خمسة عقود على الأحداث ينظر أمير أورن الكاتب الإسرائيلي المخضرم في شؤون الدفاع والأمن إلى القصة من منظور مختلف كان من الممكن من وجهة نظر السادات أن تقود القناة التي فتحها أشرف ماروان مع الموساد إلى جولدا مائر شخصياً قناة تمر عبر رجله الموثوق به أشرف ماروان ورئيس الموساد وهذا يعني أن السادات يمكن من خلال هذه القناة أن يمرر لجولدا مائر ما يجعلها تصل إلى قرارات منطقية يمكن أن يكون من خلال هذه القناة أهلا بكم من جديد كان هذا تذكير بالتقرير الذي عرض الأسبوع الماضي بعنوان أشرف ماروان ملاك أم شيطان نبدأ الآن النقاش مع ضيوفنا الذين ينضم إلينا عبر الأقمار الإصطناعية من واشنطن السيد هشام ملحم الصحفي والإعلام الأمريكي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط من القاهرة أحمد زيد الباحث والكاتب المصري في التاريخ المصري العسكري والاستخبارات أيضا ومؤسس المؤسسة المجموعة 73 مؤرخين ومعي في سد الحرة سيد يوسي ملمان الصحفي والكاتب الإسرائيلي المتخصص في شؤون الأمن والدفاع وصاحب مؤلفات حول تاريخ الاستخبارات الإسرائيلية أهلا بكم ضيوف الكرام وأبدأ من واشنطن مع سيد هشام ملحم سيد هشام حضرت توقيع اتفاقية السلام ما بين إسرائيل ومصر لماذا يأتي الحديث الآن بعد أربعة عقود عن أشرف مروان شخصيا مثل أشرف مروان هام جدا بالنسبة لمصر وإسرائيل إذا جاوبنا على السؤال التالي هل أشرف مروان جاسوس عمل لصالح إسرائيل أم رجل مخابرات مصري خدم مصر عندها نستطيع أن نكتب تاريخ التاريخ الحديث للشرق الأوسط بطريقة مختلفة إذا كان جاسوس لإسرائيل فهذا يعني أن إسرائيل قد حققت إنجازا كبيرا باختراق أجهزة الاستخبارات المصرية لأن أشرف مروان كان الصهر رئيس عبد الناصر مساعد بارز لأنور السادات وهذا يعني اختراق كبير للاستخبارات المصرية وللدولة المصرية إذا كان عميل لمصر أو خدم مصر فأن ذلك يشكل إخفاقا استخباراتيا إسرائيليا كبيرا وبالتالي الإجابة القاطعة وأنا لا أعتقد أننا سنصل إلى إجابة قاطعة يلتقي عليها المصريون والإسرائيليون ولكن الإجابة القاطعة لهذا السؤال الهام سوف تسمح لنا بكتابة تاريخ شكل أو بطريقة أو بأخرى المعركة الاستخباراتية لا تزال مستمرة أن نتحدث بالتحديد عن شخصية بارزة مثل أشرف مروان شوف كل الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية بحاجة إلى أبطال يعني مصر تريد أن تقول أن أشرف مروان بطل قومي الدول تريد أبطال الدول تريد أساطير إسرائيل تريد أن تقول أيضا أن أشرف مروان كان زهب بالنسبة لنا وساعدنا في تفادي نكسة عسكرية ضخمة في حرب أكتوبر 73 هذا يقودني لسؤال لضيفي من القاهرة السيد أحمد زيد عن معركة الوعي وما جرى في حرب 73 تفضل أهلا وسهلا بكم معركة الوعي جزء من شغل المجموعة 73 مؤرخين الذي نشأ من 10 سنين المجموعة من الشباب المصري المدني المتعلم بعيدا تماما عن الاتجاهات السياسية أو الحزبية في الجانب المصري كان فيه تغيب تام في الكتب الدراسية أو في الإعلام المصري عن البطولات فكان فيه صغرة كبيرة في الوعي المصري في شخصية الإنسان المصري يقدر أن الجانب الإسرائيلي يخش ويتكلم على بطولات زائفة إحنا كان لازم أن نظهر ونرد عليهم أشرف مروان زي ما قال أستاذ هشام أننا لا نبحث عن بطل هو بطل موجود ولازم أن نحمي ذكره ونحمي بطولته سيدوسي أهلا بك معنا يعني في عرف الاستخبارات تسريب أسامي المخبرين أمر نادر الحدوث ولا يأتي إلا لأنه هناك أمر مقصود لماذا سرب اسم أشرف مروان أن أشرف مروان كان رصيد أو جاسوس إسرائيلي لم يكن عميل مزدوج تحدثت إلى كل أطراف المنخرطة في إسرائيل رؤساء الاستخبارات العسكرية والموساد المشكلة هي أن أحد رؤساء الاستخبارات الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية إلى زهيرة حتى يحمي نفسه لأنه تم لومه حال الحرب والإغفاق الاستخبارات قالوا ما الذي ترون لقد خدعنا مروان أشرف مروان كان عميل مزدوج كان مصري وطني قدم لنا معلومات زائفة وبسبب ذلك لا يجب أن تلوموني أنا لو كان أشرف مروان خدعنا كيف تتوقعون مني أن أقول لكم ما الذي كان سيجري مع الخطط المصرية الحربية والاستعدادات المصرية ولكن إذا استطعت أن ألخص الأمور هناك انقسامات في مصر وفي إسرائيل حول من كان بالفعل أشرف مروان ولكن لا يهم الأمر لأنه لدينا المعلومات أن مصر كان ستذهب إلى حرب ولم نستفد بذلك والمصريون نجحوا في عبور القناة سيد هشام بالعودة إلى حرب 73 وبعدها طبعا اتفاقية السلام وكلنا نعرف فكر رئيس أنور السادات في ذلك الوقت أنه لا يريد انتصارا كاملا ولكنه يريد سلاما كاملا هل كان أشرف مروان يعبر عن هذه الرسالة من خلال عمله الاستخباراتي؟ من الصعب أن نؤكد ذلك أعتقد أن الرئيس السادات كان يدرك أنه لا يستطيع الانتصار بشكل قاطع ضد إسرائيل وبذلك وصفت هذه الحرب 73 بأنها حرب تحريك وليست حرب تحرير كامل لشبه جزيرة سينة منذ أن استلم الحكم كان السادات مهووس بالتوصل إلى حل النزاع مع إسرائيل كان يريد التوصل إلى حل النزاع مع إسرائيل والتحول من الاتحاد السوفيتي إلى العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة وبدأ ببعث الرسائل الخاصة للأمريكيين بأنه يريد أن يفعل ذلك وهناك ربما إمكانية بأن أشرف مروان في هذا السياق ربما خدم السادات بأنه فتح الاتصال مع الإسرائيليين في وقت لاحق ربما أشرف مروان طاب له العمل مع الطرفين هذا أمر وارد ولكن أعتقد أن السادات أراد أن يستخدمه أيضا مع الإسرائيليين لإيصال رسائل معينة لإيصال معلومات معينة وربما تماد الأمر بعد ذلك بالنسبة لأشرف مروان ما نعلمه بنوع من اليقين أن الطرفين كانوا يدركان أن أشرف مروان هو الصلة بينهما وأنا أعتقد أن المطلوب من المصريين الآن إجراء تحقيق كامل نسمع من المصريين كلام أن الإسرائيليين وراء فيلم نتفلكس وأن الإسرائيل وراء أديس وراء هذا هذه مواقف لا تفيدني أنا كمحلل أو كمراقب يجب على الحكومة المصرية إذا أرادت أن تتحدث بشفافية عن أشرف مروان أن تجري تحقيق كامل هل استلم أشرف مروان أموال من إسرائيل أين أوضعت ما الذي يعلم بها أو لا يعني هناك أشياء كثيرة لوجستية وتاريخية وأكيد هناك بعض الوثائق يمكن أن تعطينا فكرة أفضل عن أشرف مروان إذا جرى تحقيق مصري شفاف ولكن دعني أنهي كلامي بالقول لا أتوقع من أي دولة عربية لا مصر ولا سوريا ولا العراق التي واجهت مشاكل استخباراتية مع إسرائيل في السابق أن تجري تحقيق شفاف وهذه نقطة مهمة لأن أشرف مروان كشخصية استخباراتية كان له علاقات مع عدد من الدول العربية على كل هذه هي نهاية الجزء الأول سنعود إليكم بعض فاصل قصير ابقوا معنا في الحرة تتحرق مرحبا بكم مرة أخرى في الحرة تتحرق قبل الفاصل بدأنا النقاش مع ضيوفنا حول قصة أشرف مروان قبل أن نستكمل الحوار نشاهد بعضا من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي للإجابة على السؤال الذي طرحناه أشرف مروان ملاك أم شيطان ترجمة نانسي قنقر وبالطبع جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي على شخصية أشرف مروان وعلى الفيلم الذي بث على شبكة نت فليكس عدو للحوار مرة أخرى مع ضيوف الكرام عبر الأقمار الإصطناعية من واشنطن سيد هشام ملحم وكذلك من مصر ضيفي سيد أحمد زيد وضيفي في الاستوديو السيد يوسي ملمان أهلا بكم ضيوف الكرام سيد يوسي لنعود أيضا إلى حرب 73 الدور الذي لعبه أشرف مروان في هذه الحرب وهل أبلغ الإسرائيليين بموعد انطلاق الحرب في الوقت المناسب والمعلومة كانت صحيحة أم ظل لهم لقد أرسل رسالة مشفرة قبل يومين من اندلاع الحرب بأنه يريد أن يقابل مع المسؤول الموساد الذي كان يدير عملياته الرسالة وصلت إسرائيل يوم الخميس قبل يومين من الحرب ولكن الرئيس الموساد أو الاستخبارات الإسرائيلية قرر أنه سيأخذ رحلة جارية إلى لندن لمقابلة أشرف مروان ولم يستطع أن يلحق بالطائرة لأنها كانت ممتلئة لم يستقل طائرة خاصة ووصل في اليوم التالي صباحا إلى لندن وربما في المساء في منتصف الليل بتوقيت مصر وإسرائيل قابل أشرف مروان وأشرف مروان قال له لم يكن يعلم بتوقيت الحرب على وجه التحليل قال أنه غدا في المساء ستكون هناك حرب وسيد زمير أرسل أو أبرق بالمعلومات إلى إسرائيل على الفور السبب أن إسرائيل فوجئت على الرغم من أنها كانت تعلم أن غدا سيكون حرب سببين أولا الحكومة لم تكن أن تستبق لأسباب ديبلوماسية وعسكرية ولم تكن تريد أن تبدأ الحرب وثانيا لم نكن نعلم أن قبل أسابيع من ذلك الموعد بسبب خلافات بين سوريا وإسرائيل الذي نسق حربهما مع إسرائيل قررت تغيير موعد الحرب حتى الساعة الثانية بدلا من المغرب فبينما القوات في السيناء والجولان كانت تستعد للحرب في الساعة الخامسة أو السادسة مساء تم تعجيل الحرب للساعة الثانية وهذه هي المعلومات التي يقول أن نقلت إلى زمير سيد هشام ما الذي يجعل المصريين يعتقدون أن أشرف مروان بطل قومي تابعنا تصريحات الرئيس المصري حسن مبارك في جنازة مروان وقال أن الرجل بطل قومي وقدم خدمات جليلة لمصر إذا لم يكن أشرف مروان بطل قومي فأنه سوف يكون فضيحة قومية لمصر هذه هي مشكلة الدولة في مصر يجب عليها أن تقول أن أشرف مروان هو بطل قومي المشكلة هي أن الرئيس مبارك قال أن أشرف مروان أنجز إنجازات كبيرة وسوف يأتي الوقت المناسب للكشف عنها الآن 40 سنة بعد أشرف مروان لماذا لا تكشف الدولة المصرية أن لديها أدلة ثابتة بأنه بالفعل كان بطلا قوميا مثلا هل ذهب إلى لندن عبر ليبيا بعلم الدولة المصرية إذا كان ذلك فهذه نقطة هامة ولماذا أيضا قال للإسرائيليين أن الهجوم سوف يكون في نهاية في الساعة السادسة مساء بينما كان بدأ الهجوم في الثانية بعد الظهر لماذا لم يضللهم أكثر إذا كان بالفعل يعمل لصالح الدولة المصرية أنا لا أجزم ولا أخطع هنا وإنما أطرح بعض الأسئلة لأن هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة كيف غادر القاهرة في طريقه إلى ليبيا ثم لندن إذا لم تكن الدولة المصرية على علم بهذه التحركات اللوجستية لأشرف مروان ولكن الدولة المصرية لا تستطيع أن تقول إلا أنه بطل قومي لأن الرواية الإسرائيلية سوف تبدو الرواية الأطارية ما هو الآن سيد هشام أنه نحن لدينا رواية إسرائيلية عن أشرف مروان لدينا كتاب لدينا فيلم ولكن لا توجد رواية مصرية في المقابل وهنا أسأل السيد أحمد لماذا لا توجد رواية مصرية عن أشرف مروان فقط يكتفون بالقول إنه بطل قومي دعني أصحح في البداية هناك ثلاث روايات إسرائيلية والثلاث روايات مش رسمية هناك رواية بار جوزيف هناك رواية كولين الشاموين شاموين مندس ورواية أهرون بيرجمان وهينزل كتاب أهرون بيرجمان في 2019 وفيه فيلم جديد في 2019 للروايات الإسرائيلية المتنقضة الإعلام الإسرائيلي التمس أو تحمس لفكرة الملاج رغم أن الفيلم نفسه لم يقطع دعني أعيد السؤال مرة أخرى لماذا لا توجد رواية مصرية أنا سأجيب عليك الرواية المصرية موجودة الرئاسة المصرية أعلنت أنه هو بطل خلصنا من النقطة دي أنا أحب أوضح أن الرواية الإسرائيلية فيه نوعين من الروايات ضد بعض فيما يقول أنه بطل مصري وفيه يقول أنه هو جاسوس المشكلة الكبيرة أنه تم اعتنق فكرة أنه هو جاسوس إسرائيلي لكوارا كوتوت لتسطر على الفضيحة الاستخباراتية الإسرائيلية التي تم خداحهم فيها عن طريق أشرف مرون في 73 دعني أوضح نقطتين النقطة الأولى أستاذ هشام بيتكلم على عدم وجود تحقيق شفاف أنا بطلب منه أن إسرائيل تعلن عن تحقيقاتها مع أشرف مرون في لجنة أجرانات التي بعد 40 سنة لم يتم عرضها النقطة الثانية الأستاذ يوسي بيتكلم على أن رئيس المستاذ سيفي زميرة سافر على طيارة رحلة تجارية يروح لندن كأنه وكأنه شخص عادي جدا اتزنى ومش عارف يسافر لندن طب ليه محدش سأل أشرف مرون أنت كنت ممكن تقول كلمة السر لدوبي العميل بتاعك في لندن تقول له أشلجان وبناء على أكمل كلامي لو سمعت أرجوك لو سمعت يا فن اسمح لي هذه التساؤلات أيضا على المصرين أن يجيبوا عليها سيدي يا سيدي فاضل أنا أجيب على حضرتك لما تديني الفرصة ليه محدش تكلم على النص المكالمة اللي نشر الباحث الإسرائيلي أهارون بيرجمان في يوم 6 أكتوبر 2006 مع أشرف مروان لما كان بيتكلموا في التلفون وبيقولوا عن دورك قالوا أنا مش سوبرمان أنا مش لوحدي إحنا كنا فريق كامل عملنا لخداع إسرائيل إحنا مين إحنا مصر ده نص كلام أشرف مروان لأهارون بيرجمان واللي حينزل في كتاب واللي حينزل في فيلم خلال 2019 لكن إنت عايز تقنعني أن المساد رئيس المساد مطلوب للقاء عاجل في لندن يركب لتجارية دي نقطة النقطة التانية اللي احنا بنتكلم عليه الرواية المصرية الرواية المصرية بحد ذاتها استقبال مدير المخابرات لجثمان أشرف مروان في المطار كانت رسالة المكان الجنازة وصلاة الجنازة ومن حضر الجنازة والمنشط الكبير في جريدة الأهرام اللي بيتكلم عن أشرف مروان بطل فأظن درد لكن بتطلوبه بتحقيق في إيه الراجل بطل الراجل ضرب نظرية الدفاع الإسرائيلية في 73 في مقتل ليس بمعاد الحرب أنتوا بتتكلموا على معاد الحرب فقط معاد الحرب ووصلوا الملك حسين لإسرائيل لجلد مائير وديان في اجتماع كان يتصنط عليه سيفي زميرة مدير الموساد ولم يصدقهم لكن ما أكثر من ذلك لازم تسأله نفسكم كيف أن أشرف مروان كان شريكا وكان هو الشخص الرئيسي في شراء طلوبات المياه التي يكمل بها المصريين بحفر الساتر الترابي لبناء الكباري وده اللي ضربت نظرية الدفاع الإسرائيلية اللي كانت بتفترض أن قوات المدرعة المصرية تحتاج من 24 ل 48 ساعة على عبور القناة أشرف مروان هو اللي اشترى الطلوبات ولم يخبر الإسرائيليين بكده أن المصريين قادرين على عبور القناة في ست ساعات وأول دبابة تعدي في ست ساعات بعد لما وصلت أول إخبارية أو أول إشارة بعبور الدبابات الإسرائيلية يرجى قراءة كتاب التقصير المحدال يرجى قراءة مذكرات شارون وكتاب ديان عما تم فعله عند عبور أول دبابة مصرية قناة السويس ليلة ستة سبعة أكتوبر نظرية الأمن الإسرائيلية سقطت ومن أسقطها أسقطها أشرف مروان العامل الرئيسي في شراء معدات الترنبات المياه لو فرضنا أن أشرف مروان كان يعلم ذلك ولم يخبر الإسرائيليين يرجى وجود شفافية في إسرائيل بنشر وصائق التحقيقات التي قامت بها لجنة أجرانات مع أشرف مروان ثم لو أشرف مروان عميل إسرائيلي قوي زي ما هما بيقولوا بيحاولوا يحطوا الهالة من الغموض حوالين أشرف مروان عشان يبينوا قدرتهم لماذا يحتاجت إسرائيل لطلعات الطيران للإستطلاع الأمريكي من طائرات السر 71 للإستطلاع الجابة في مصر كل الكلام ده هو أنتم ليه ما بتجاوبوش عليه بتتكلموا عن من صرر بالمعاد من صرر بالمعاد هو الملك حسين والمعلومة وصلت للقاهرة والتال أبيب في نفس الوقت أن الملك حسين في تال أبيب فكان يجب على أشرف مروان أو عفوا كان يجب على السادات التحرك سريعا فسفر أشرف مروان وأكد معلومة الملك حسين وستطاع أن يشتري لمصر أغلق أربع ساعات في تاريخ مصر من قتل أشرف مروان باختصار أرجوك لا أعلم الاستخبارات الإسرائية ليست متأكدة ولكن المرجح هم يعتقدون أنه قتل بمعرفة الاستخبارات المصرية لا يوجد أدلة سكوتلاند يارد قاموا بالتحقيق في هذا الأمر ولم يصلوا إلى استنتاجات أكيدة ولكن الفهم الغالب في إسرائيل هو أنه قتل من قبل الاستخبارات المصرية لأنهم كانوا يعلمون الحقيقة أنه كان عميل إسرائيلي خان بلاده ولكن سأضيف نقطة واحدة فقط لم يكن هناك تحقيق رسمي عما إذا كان عميل مزدوج أم عميل حقيقي المحكمة العليا أجرت جلسة في جلسة إجراءات بين زامير وزائرة والمحكمة العليا نائب رئيس المحكمة العليا استنتج في حكمه أن أشرف مروان كان جاسوس حقيقي لإسرائيل وزائرة بالتالي يكذب عندما قال أنه كان عميل مزدوج أشكرك جزيلا سيد يوسي ملمن الخبير والباحث في المجال الاستخباراتي كنت معي في الستوديو الشكر موصول أيضا لضيوف الكرام من واشنطن سيد هشام ملحم الباحث والخبير والكاتب في شؤون الشرق الأوسط الشكر أيضا موصول لضيفي من القاهرة السيد أحمد زيد مؤسس مجموعة مؤرخو 73 شكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ننتظر آرائكم واستفساراتكم عبر صفحات البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي المبينة أمامكم على الشاشة نلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من الحرة تتحرق إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر